بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب شرح الدروس المهمة لعامة الأمة تأليف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله النباز رحمه الله تعالى شرح الشيخ أهيثي بن محمد سرحان يقراه عليكم عمر البساطي المجلس الخامس ثانيا الزكاة وهي قسمان زكاة مال وهي الضكن الثالث من أركان الإسلام وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب وربح التجارة فإن حولهما حول أصلهما وتنقسم إلى أربعة أقسام النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العملات وغيرها نصاب الذهب عشرين مثقالا أي خمسة وثمانين جراما ونصاب الفضة مئتي ترهم خمسمائة وخمسة وتسعين جراما القسم الثاني السائمة من بهيمة الأنعام وهي التي ترعى المباحة أكثر أو كل الحول والمقصود ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم القسم الثالث الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار القسم الرابع عروض التجارة وهي كل ما أعد للبيع والشراء القسم الثاني من أقسام الزكاة زكاة بدن وهي زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم كبير أو صغير ذكر أو أنثى عبد أو حر أهل الزكاة واحد الفقراء وهم أهل الحاجة الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية اثنان المساكين وهم يجدون أكثر الكفاية أو نصفها فلو قدرنا الكفاية لسنة مثلا باثني عشر ألفا فالفقير هنا من لديه أقل من ستة آلاف أو لا شيء والمسكين من لديه ستة آلاف أو أكثر ولم يبلغ اثني عشر ألفا لأننا نعطي المسكين والفقير ما يكفيهما لسنة لأن الزكاة تجب في الحول ثلاثة العاملون على الزكاة وهم جباتها وحفاظها والموكلون بقسمتها يوليهم ولي الأمر ولا يشترط فيهم وصف الفقر بل يعطون منها ولو كانوا أغنياء أربعة المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو قوة إيمانه خمسة في الرقاب وهم ألف المكاتب المسلم وهو الرقيق يشتري نفسه من سيده باء اعتاق الرقيق المسلم جيم الأسير المسلم ولا يدخل فيهم رقيق يعتقه سيده فيحسبه من الزكاة فهذا لا يجوز ستة الغارمون وهم ألف غارم لإصلاح ذات البين باء غارم لنفسه ولا يجزئ إبراء الغريم الفقير بنية الزكاة ثمانية في سبيل الله ويشمل الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره ثمانية ابن السبيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده ويجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بن هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها ولا لكافر فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم ولكن كلما كانت أنفع نفعاً عاماً أو خاصاً فهي أكمل تعاريف مهمة بنت المخاض من الإبل ما تم لها سنة سميت بذلك لأن أمها حامل بنت اللبون من الإبل ما تم لها سنتان سميت بذلك لأن أمها ذات لبن الحقة من الإبل ما تم لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها طروقة الجمل والجذعة من الإبل ما تم لها أربع سنين سميت بذلك لأنها في هذا العمر تجزع ثناياها وتقع التبيع أو التبيعة من البقر ما تم لها سنة والمسنة من البقر ما تم لها سنتان مقادير الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام يشترط لها الحول وسيأتي مقدار النصاب ومقدار الزكاة قريباً أما الخارج من الأرض فلا يشترط لها الحول والنصاب ثلاثمائة صاع أما مقدار الزكاة فيما سقط السماء أو العيون أو كان عثرياً العشر أما ما سقي بالنضح ففيه نصف العشر وفيما سقي بهما جميعاً ثلاثة أرباع العشر الأثمان يشترط لها الحول ونصابها خمس وثمانون غراماً من الذهب أو خمس وتسعون وخمسمائة غراماً من الفضة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أما أعرض التجارة فيشترط لها الحول ونصابها يقوم بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة ومقدار الزكاة فيها ربع العشر أنصبة زكاة السائمة من بهيمة الأنعام ومقاديرها الغنم الضأن والماعز فمن أربعين إلى مئة وعشرين شاة ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئتين شاتان ثم في كل مئة شاة ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا معيبة ولا شرار المال ولا يؤخذ في الصدقة الهزيلة ولا المخاض ولا الأكولة ولا خيار المال ثالياً الإبل ذات سنام أو سنامين من خمسة إلى تسعة فيها شاة ومن عشرة إلى أربع عشرة شاتان ومن خمس عشرة إلى تسع عشرة ثلاث شياة ومن عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياة ومن خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض ومن ستة وثلاثين إلى خمسة وأربعين بنت لبون ومن ستة وأربعين إلى ستين حقة ومن إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة ومن ست وسبعين إلى تسعين بنتالبون ومن إحدى وتسعين إلى مئة وعشرين حقتان ومن مئة وواحد وعشرين إلى مئة وتسعة وعشرين ثلاث بناتلبون ثم في كل أربعين بنتلبون وفي كل خمسين هقة والوقص تسعة فما دون وهو ما بين الفريضتين أما زكاة البقر والجواميس فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين تبيع أو تبيعة ومن أربعين إلى تسع وخمسين مسنة ومن ستين إلى تسعة وستين تبيعتان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته